ستسقط الثمود وتتفتت وتنكسر شوكتها وتصبح لقمة سائغة للأقوام المجاورة فكيف المخرج إذن يا كبير ثمود وقد علمت عن صالح ما علمت تحلوا بالصبر ولنرى إلى أين ستبلغ دعوة الصالح فلئن رفضه أهل الثمود كفينا شره وشر القتال ولئن لا قد دعوته صدا بين الناس حينها يكون لنا معه شأن آخر وليكن ما قلت يا حارث فقولك الصواب ولا صواب غيره نعم الرأي يا أبا صخر نعم الرأي يا سيد ثمود عمت مساء يا قدار عمت مساء أكنت في بيت الندوة؟ تعلمين أني كنت هناك وماذا حدث؟ مجرد ثرثرة بلا معنى أراك غير راد عما دار هناك بل أنا صاخط أشد ما يكون الصخط لقد هارم الحارث بن صخر ولم يعد أهلا للسيادة بعد الآن لقد كنت تبحث عن الدماء يا قدار هذا هو شأنك دائما نعم الدماء بالدماء وحدها تنصلح أحوال البلاد عالية ولا شيء غير الدماء إياك أن تخرج على قول السادة يا قدار فما أمر به الحارث سيف على رقبتك وإلا فأنت تعرف ما هي العاقبة ليس بعد الآن فبسيف هذا ستنتهي فتنة صالح إلى الأبد قدار أرى في عينيك الشر فبأي سوء وسوس إليك شيطانك سأقتل صالحا هكذا وسوس شيطاني وإني بحق الآلهة لمن المجيبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بدأ نبأ نبي الله صالح عليه السلام ينتشر في ثمود فراح الناس يتحدثون في الأسواق وفي المعابد عن هذه الدعوة الجديدة التي أتى بها نبي جديد وكان أكثر الناس يستهزئون بما جاء به ولا يلقون له بالا فراح نبي الله صالح عليه السلام يخرج لدعوتهم في كل يوم دون خوف من بطشهم ودون يأس من رفضهم لدعوته أملا أن يهدي الله على يديه بعضا من المؤمنين وأن لا يكون مصير قوم ثمود كمصير قوم عاد إلا أن البعض من المشركين لم يكن ليتركه يدعو إلى سبيل الحق بأمان دون ترويع فراحوا يكيدون له فراحوا يكيدون له مرحبا يا قدار تفضل هل هناك أحد بالبيت؟ لا أحد فزوجتي قد خرجت منذ قليل ولكن لما؟ جئتك في أمر عظيم يا مصرع فأنصت إلي تحدث فأنا أسمعك لقد سمعت ما قاله الحارث بالأمس في بيت الندوة نعم سمعت وما رأيك يا مصرع؟ هل أنت راض عن هذا الأمر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر